زيزي أحمد بتسأل بتقول ابني عنده خمس شهور عايزة تديله فيتامين دال الجرعة تكون قد إيه؟ الجرعة بتكون أربع نقط في اليوم أربع نقط من فيتامين دال مركب فيتامين دال بيتباع في الصيدليات كلها بنتديله أربع نقط فقط في اليوم تمام؟ يوميا السؤال بعد كده آية عادل بتسأل بتقول مشكلتي مع طفلتي وهي سنة وعشر تشهر تمام وولدت طفلة من أسبوع حل مشكلتي مع الطفلة الكبيرة كل ما تشوفني اللي عندها بقى سنة وعشر شهور بردعها تسرخ وتضرب نفسها وتترمي في الأرض وعيات كتير بالساعات جربت معها كل المحيلات ولا حاجة نفع معها أعمل إيه؟ هتردعي الصغيرة عادي خالص تمام؟ وهنا إحنا بنتكلم على أنه بعض الأطفال طبعا أنتوا بتسموا الحكاية دي غيرة ومشاعر غيرة والكلام ده كله ولكن لسه الطفل اللي عنده سنة وسنة وعشر تشهر وسنتين لم يختبر بعد أو لم يتعرف بعد على مفهوم الغيرة بمعناها الدارج اللي إحنا بنستخدمه ولكن الطفل بيتصرف كده أو بتتصرف كده آه بتتصرف كده فعلا ولكن بدوافع أخرى وهي أن حضرتك أكيد خلال الفترة الأخيرة من الحمل كنت في وقت كتير ما بتعرفيش مثلا تشيليها ما تقدريش تشيليها وتلعبيش معها كتير وهكذا وده شيء مبرر وطبيعي ومنطقي ولدتي بالسلامة الحمد لله جبتي مولودة لازم المولودة دي لها حقوق أنت بتعملي كل المطلوب تجاه بنتك المولود وبتشرحي لبنتك اللي عمرها سنة وعشر شهور أن البنت دي محتاجة المولودة دي محتاجة أنها ترضع محتاجة أنها تتشال محتاجة أنها تغير لأنها صغيرة ما بتعرفش هي تعمل حاجات لنفسها أو احتياجاتها هي صغيرة برضو فهي لازم نخلي بالنا منه الأمر كله بالنسبة لي في الصبر في التعامل بتفاهم مع حالة الفضول اللي بتنتاب الطفل الأكبر في هذا الوقت تجاه هي ليه ماما مجغولة ومجغولة عني بإيه على فكرة أنت لو رجعتي بالذاكرة شوية هتلاقي أنت مثلا يعني فيه أطفال ممكن تلاقيها في السن ده لما تلاقي مامتها الأم يعني بتتكلم مع الأب يعني لو أبو الطفلة بيتكلموا مثلا في موضوعها هتلاقي الطفل بيتدايق جدا أو طفلة تتدايق جدا وتحاول أنها تثبتلك وكأنك أنت ينسيتيها يعني لو أنتوا مثلا عندي تتفرجوا على التلفزيون لو اتشغلتي في طبخ معين أو بتعملي حاجة في البيت أو هكذا قصدي أنه المشاعر دي طبيعية هي نابعة من التعلق الطبيعي المشروع بيكي لأن أنت مركز الكون بالنسبة له هي عملت اللي يعني مش المطلوب اللي يتواءم مع عمرها ومع عقلها ومع خبراتها العقلية أنت بقى رد فعلك لازم يكون على قدر مستواكي ونطجك وخبراتك الحياتية يعني إيه أولا لازم تكوني متفهمة بنتك بتعمل كده ليه تمام ثانيا تعملي طرق كتيرة للمحايلة أنت بتقولي أنا استنفزت كل الطرق لا ما فيش استنفز ولا حاجة ثالثا يكون عندك وعي أنه إهمال بقى مسئولية الطفلة الصغيرة لا دي جريمة لا إحنا هنا بنعمل كل ما يلزم أن بنتنا الصغيرة اللي لسه مولودة دي برضو تاخد حقها في الرعاية وفي التغذية وفي الاحتضان وفي كل حاجة تمام وبمرور الوقت وأهم حاجة إشراك الطفل الكبير في المسئولية كل ما هتشركيها في المسئولية تجاه المولودة هتتحول الأمر بالنسبة لها اللعبة وبالتالي إلى القبول يعني أنك تقول لها يلا بينا نحضر لها الغيار بتاعه يلا بينا عشان هنردعه يلا بينا عشان هنرتب الحاجات يلا بينا عشان وفي نفس الوقت التسكير بمزايا هي كطفلة أكبر الله بصي بقى أنت عندك لعب حلوة إزاي هي لسه صغيرة ما عندهاش وهكذا إشراك الطفل الأكبر في المسئولية تجاه الطفل الأصغر مفتاح سحري كبير جدا جدا لفك هذا التوتر